نقول الفتح يميل كثيراً إلى سالم العيساون يبدوا أنتم أيضاً بهذا المرشح لم تنجحوا قوى الإطار الآن هل منقسمة إلى حد كبير على محمود المشهداني أم اقتربت كثيراً من القبول به ومرشحكم ليش ما قبلوا به لا لا مو بالشكل الموضوع بالمناسبة بسجاد المماحكات اللي تجري داخل الإطار التنسيقي هي إلها مغذياتها وإلها محركاتها وإلها جذورها مو اليوم يعني الزعامة الشيعية تريد أن تجذر بالمجتمع وتريد تعيد تسويق نفسها كقيادة لهذا البلد شخصية بوزن نوري المالكي يريد أن يخاطب الذهن العقل الباطن الشيعي إنه باوع هاي السنة جابوا لك رجل موسين كهل خبرة إحنا لازم نحكس هذا على واقعنا لكن هذا ما يحظى بتأييد كل الإطار التنسيقي الإطار التنسيقي منه جانب أنا معني به وأعرف بواطن الأمور يريد للعساوي أن يكون قائد شاب ثاني على البانل هذا اللي يقعدون عليه الرئاسات الرئاسة من السنواب الثلاثة أشخاص الرئيس والنائبين يريد زعامة قوية يريد لمحافظة الأنبار أن تأخذ دورها بكامل الصلاحية وبكامل النفوذ والسيطرة يريد لأمور أكثر من هذا لا يحتمل هذا البرنامج وهذا الوقت أنه نغوص في أعماقها من المصلحة إحنا نشوف من المصلحة أن يجلس قيادة شابة يعني تكمل مشروع الحلبوسي خلينا نسوق بالاتجاه هذا الحلبوسي بدأ مشروع لكنه هو الذي يعني هو حكم على نفسه هتسموا هذا هذا المقطع ما يشبه المقطع اللي قبله يا أستاذ أبو ميتاق تبدو القيادة شابة تبسك زمام الأمور وقبل شوية أنت تقول لي يا با كهل بس يدق على الميز هالسيالة تبنعها شاب له الكهل أكو زعامات بلطار التنسيقي أنا الآن أفكك أفكك داخل لطار التنسيقي فكك أنا أقول لك من يرغب بعادة سوق نفسه كزعامة خبرة ومتمرس يحاكي الواقع الشيعي بنموذج محمود المشهداني يعني هنا تقصد السيد المالكي هنا تقصد السيد المالكي حقيقي يروج لسالم العساوي هنا تقصد السيد زعامة حقيقية يا أبو ميتاقاني ماذا عندي وقت هنا أنت تتحدث عن اثنان تتحدث عن السيد هاد العامري الذي يطمح بقيادات الشابة وتتحدث عن السيد المالكي الذي يريد أن يعيد إنتاجه من خلال محمود المشهداني كرئيس هي تي تماما أكو أوضح من هذا الطرح أعمق من هذا التفكيك شو بتبلي انت راضي احنا واقعنا مر احنا طاقيتنا مزروف وليحكي الحق طاقيته مزروفة حيني ما السهوية ما طاقيته مزروفة يا هل من هم طاقيته مزروف خليني أختم رحمة لأمك المحلل السياسي بمثاق المساري تحرياتي وتقديري